اشتركوا في القناة ورسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الاصطلاح وهو الصحابة لعلكم سمعتم منا أكثر من مرة أننا نعبر هكذا نقول هؤلاء الذين يسميهم المخالفون صحابة فما معنى قولنا هذا لما نحن مثلا نتحفظ على هذا الاصطلاح نقول إن هذا الاصطلاح الصحابة هذه اللفظة هذا الاسم نحن نتحفظ عليه لأنه أولا لم يرد في أي آية قرآنية ولا أي حديث نبوي شريف كاصطلاح إسلامي أو شرعي ابحثوا في طول القرآن وعرضه ابحثوا في طول الأحاديث النبوية وعرضها حتى الموضوع منها حتى المنحول منها لن تجدوا كلمة الصحابة مطلقا لا تجدونها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله مطلقا وأما في الكتاب العزيز فظاهر أنها غير موجودة فإذن نحن نؤمن بأنه يجب أن يكون لساننا متوافقا مع لسان القرآن والسنة المضخرة فما يعبر عنه القرآن نأخذه كاصطلاح وكذلك السنة المضخرة ولا نبتدع اصطلاحا جديدا من عندنا إذا كانت فيه محاذير إذا كانت في هذا الاصطلاح محاذير فإننا نتحفظ على هذا الاصطلاح الصحابة اصطلاح مبتدع جديد لم يعرف في كتاب الله ولا في سنة نبيه أي في أحاديث نبيه صلى الله عليه وآله فعلى أي أساس نحن نتمسك بمثل هذا الاصطلاح ونعبر عن هذه الفئة من الناس بهذا الاصطلاح هذا أمر الأمر الآخر نفس هذا الاصطلاح يشعر بنوع من التفخيم والتعظيم لمجموع هؤلاء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله فردا فردا يعني المجموع الاستغراقي كلهم كأن في الاصطلاح نوع مبالغة لماذا لاحظوا جيدا جمع كلمة صاحب في اللغة العربية ما هو ارجعوا إلى القواميس إلى المعاجم إلى معاجم اللغة تجدون الجمع أصحاب جمع الصاحب أصحاب أو صحب أو صحبان على وزن شبان هكذا أو صحاب وإذا أرادوا جمع الجمع فيقولون أصاحيب يعني جمع الجمع هذا يكون هذا ذكر في المعاجم وبإمكانكم أن ترجعوا مثلا إلى لسان العرب لابن منظور تجدون أنه يذكر في مادة صحبة يذكر هذا الأمر أنه جمع الصاحب أصحاب أصحيب صحب صحبان صحاب جمع الجمع جمع الأصحاب يعني أصحيب وأما الصحبة والصحب فإسمان للجامع هكذا يذكر وفي نفس المصدر أي في لسان العرب في مادة صحبة تجدون أنه يذكر حينما يأتي إلى لفظة الصحابة دققوا ماذا يقول يقول ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا صاحب وزنه في اللغة العربية ما هو فاعل جمع الفاعل أفعال فاعل فكيف أصبح هذا الوزن فاعل يجمع على فعالة يقول لم نجد في اللغة العربية أنه جمعت كلمة على وزن فاعل إلى على وزن فعالة إلا هذه هذه الكلمة كلمة الصحابة هذا أمر جدير بالتأمر أنه من أين نشأت هذه اللفظ فنقول هناك احتمالان كلاهما يرجعان إلى نية تبدو لدينا أو تتراء لدينا من المخالفين في أن يصبح لهذه الفئة من البشر مكان خاص مقام خاص مكانة خاصة فلذا ابتدعوا لهم هذا الاصطلاح كما أنه لدينا نحن مثلا كاصطلاح قرآني وحديثي اصطلاح أهل البيت هذا اصطلاح ورد في القرآن ورد في الحديث الشريف فهو اصطلاح اسلامي شرعي سليم كأنهم أرادوا أن يجعلوا اصطلاح آخر في قبال هذا الاصطلاح فلذا ابتدعوا هذا الاصطلاح فقالوا الصحابة واحد من أمرين إما أن هذه الصيغة صيغة الصحابة هي من صيغ المبالغة يعني أرادوا أن يوهمون بهذا المعنى أنه هؤلاء الأصحاب مو أصحاب فقط وإنما الصحابة يعني قد بولغ في أو يعني يبالغ في كونهم أصحابا صيغة المبالغة معروفة في اللغة العربية مثل فعول فعول من صيغ المبالغة مثل حينما نقول مثلا عالم وعلامة علامة من صيغ المبالغة يعني أنه أكثر من مستوى عالم كذلك ها هنا كأنهم يريدون أن يقولوا لنا هؤلاء مو مجرد أصحاب هذا مو مجرد إنسان عادي صاحب عادي لا هذا مقامه أرفع من مستوى الصاحب العادي لرسول الله فلذلك هم صحابه وإما هذا الفرض الأول الفرض الثاني أنهم يريدون بابتكار هذا الاصطلاح اصطلاح الصحابة أن يقولوا إن هؤلاء كانوا يعمدون إلى ممارسة الصحبة والاتصاف بها كما نقول عدالة ما الفرق بين العدل والعدالة العدل هو الأثر الخارجي تحقق العدل أما العدالة عفوا العدالة هو اتصاف الإنسان بصفة العدل أي أنه يمارس هذا العدل ويعمد إلى الاتصاف بهذه الصفة حينما يقف الإنسان في المحكمة ويقول عدالة القاضي يخاطب القاضي بقوله التمس من عدالتكم عدالتكم يعني ماذا يعني أنك متصف اتصاف أصيلا بهذه الصفة صفة العدل وتحرص على ممارسة العدل وعلى الاتصاف بهذه الصفة فكأن المخالفين يريدون بقولهم صحابة أن يقولوا لنا أن هؤلاء البشر كانوا قد حرصوا فعليا على أن يتصفوا بهذه الصفة أن يلازموا رسول الله صلى الله عليه وعليه ويصاحبوه ويمارسوا ذلك حتى تصبح هذه الصفة فيهم مستغرقة مستغرقة فيه فإذا عندنا فرض أن هذا الاصطلاح جاء على نحو صيغ المبالغة وإما على هذا النحو الذي قلناه وفي كل الفرضين فإن فيه إشعارا بتعظيم وتفخيم لا مبرر له كيف نقول أنه لا مبرر له هذا ما سيتجلى لنا في البحث سيتضح لنا أن كثيرا من هؤلاء صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وعليه نفاقا كثيرا كثيرا من هؤلاء صاحبوا رسول الله للدنيا كثيرا من هؤلاء صاحبوا رسول الله على نحو حشر مع الناس عيد يعني ما كانوا يعمدون إلى هذا الأمر ما كانوا يحرصون على هذا الأمر نعم بعضهم كان على هذا فإذا لما نبالغ فيهم لما نغلو فيهم سيتبين لكم إن شاء الله تعالى من خلال هذا البحث المعمق كيف أن المخالفين يقدسون هؤلاء ويرفعونهم فوق مستوى البشر العاديين إلى درجة تبعث على السخر يواقع لأنكم سترون فضائحهم وسترون أن فيهم من يترفع الإنسان المؤمن في زماننا الحالي عن بعض أفعالهم بعضهم كان في منتهى الفساد والقذارة والفسق بعضهم كان جائرا بعضهم كان سفاحا فلما يرفع أكبر أو يعني نبالغ في تصويرهم للعوام ونعتبرهم كأنهم من جنس الملائكة كأنهم خير الخلق بعد الأنبياء كما يقولون ويزعمون كذبا وزورا وخداعا لعوام الناس فيبدو لنا أن كلمة صحابة جاءت في هذا السياق فلذا نحن نؤكد على ضرورة أن لا يعبر أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم عن هذه الفئة من البشر باستخدام هذا الاصطلاح لا تقولوا صحابه قلوا أصحاب خلص أصحاب رسول الله أصحاب عادي لا تقولوا صحابه لا تستخدموا هذه الاصطلاحات التي جاءتنا من ديانة المخالفين هذه نقطة فنية أردنا أن نتوقف لتبيانها قبل أن نشرع في البحث